وعلى أله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول حالة نشكر الشيخ أحمد البدوي حفظه الله تعالى على جميل ما قدم والكلام كله الذي ذكره كلام طيب بارك الله فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء في دفاعه عن الإسلام وعن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة ودفاعه عن إخوانه من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ورده على المفترين عليه وأصلا الافترع عليه الشيخ أحمد البدوي ما قصده محمد البدوي في قبيلته ولا شكله ولا لونه إنما قصدهم المنهج الصحيح الذي نزل من السماء وهو الذي تحملونه إن شاء الله سبحانه وتعالى وهؤلاء أصلا شوف وهم مسالح الدجال كما جاء في حديث صحيح مسلم قال ويتلقاه المسالح والمسالح ديل هم الدرويش بتاعنا الدجال بالمعنى بتاعنا الدارج يعني فديل درويش دجال الفتحاب إن ذهب يمين ذهبوا معه وإن ذهب الشمال ذهبوا معه وإن رقد وإن فعل فعل وإن سكت سكتوا وده موضوع منتهي وديل الناس أصلا ما عندهم وزن ولا عندهم قيمة أصلا واحد رأس ماله كله فطور أو حاجة غير منهج كله زي شيخ واحد وتعله منه التلون وإن ماذا نعلق عن هؤلاء لأنه شيخ كفان المون الحمد لله رب العالمين عندي وصائل الإخوان ثلاثة الوصية الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا ولان إحنا بنعمل جماعة حلغات كثيرة ومحاضرات دروس كثيرة وأعمال كثيرة ربنا ما دائر منك الكتر بقدر ما أنه سبحانه وتعالى يريد منك الإخلاص الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عمل وقال العلماء أحسن عمل أخلصه وأصوبه فالعمل لا بد أن يكون خالصاً كما أنه لا بد أن يكون صواباً على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأخلص النية يا إخوان ويا مشايخ لله سبحانه وتعالى ولو بعمل قليل تبلغ والحديث معكم والقصة معكم حينما دخل ذلك الرجل الذي أسلم ولم يركع لله ركعة فجاءت المعركة فدخل مجاهداً في سبيل الله مخلصاً لله تعالى فقتل شهيداً فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه عمل قليلاً وأجر كثيراً السبب الإخلاص وربما زول فينا الآن يكون ذاته ما يكلم ذاته لكني التمخلصة لله سبحانه وتعالى في بعض الأعمال الصالحة التي قد يراها كثير من الناس أنها قليلة أو حقيرة أو 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 فتبلغ به منزلة في الجنة ما تبلغ به السبب الإخلاص فلابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والإنسان يراقب نفسه ويعالج قلبه ونيته بقدر ما يستطيع فاتقوا الله ما سطعته فاتقوا الله ما سطعته ومن جاهد نفسه هداه الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين الوصية الثانية الحرص على طلب العلم وتعلمه الحرص على طلب العلم وتعلمه قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأعظم شيء نتعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتعلم العقيدة الصحيحة وهذا هو منهج الأنبياء ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام جميعا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوط وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده ولكن في تعلم العقيدة والتوحيد لا بد من دراسة الشبهات التي يثيرها الصوفية في بلادنا هذه وزماننا هذا لأنه بقى يجيبوا شبهات جديدة قد ما تلقى في كتاب واحد إلا ما ندر فيما أعلم مجموعة كلها شبهات يؤصلون بها الشرك ويحللون بها الكفر بالله سبحانه وتعالى فواجب واجب واجب علينا أن نتعلم العقيدة وأن نتعلم الشبهات التي يؤصل لها أعداء الله من الصوفية كأمثال الإزير وغير 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 من المجرمين فنتعلم الشبهات والرد عليها كيف ونحفظ الأدلة وننشر هذه الردود بين الناس لأن الشبهات انتشرت بين الناس ماذا ما بيقول ذاك الأهبل قال قال ديل بينشروا الشبهات تحت الصوفية الشبهات الصوفية أصلا منشورة نحن بنرد عليها زول البحرم حلقة الأسواق ذاك نحن بنرد عليها أصلا هي منشورة أصلا والأصل في البلد دي الأكتر البشر في البلد دي هما الصوفية وشبهات أكتر شبهات منتجرة شبهات الصوفية لا شيعة ولا غيره. ما تسمع كلام الحزبين. مين النبوت ولا المون داك? كان بيقول لنا انتو? لو داير قروش قال والله زيدة. اخر ايامه. قال اعمل محاضرة عن الشيعة. عديل ولا بيستحي ولا بيخجل. وارفع قال رسيل البحرين ولا وين بيجي قروش? ده داسي ما هوس? ده ما اجرام? اشياء كبيرة عامل فيه بشرح البخاري. مجرم كذاب. محتال. عرفت? فاننا ما دايرين قروش ابدا. دايرين عاقيدة يتعلموها الناس. دايرين دايرين توحيد يتعلمو الناس. دايرين نرد على الشركيات النشرات الصوفية شركيات تقيلة منشورة بين الناس. والشركة الان بيقى ينشر بعلم. لكن علم ضلال. وبعلماء. لكن علماء ضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وانما اخاف على امة الامة المضلين. وزي ما اوصي شخص احمد في النهاية كلمة عجبتني. خلاص رديد على النازل الموضوع ان انتهى. ما تشغل نفسك بيهم. وانا سات بيهم. والله الليلة. وصفها ردها على الناي. مونو داك? يا طيفور? اهوار يا حمد الاسمعين. اهوار يا حمد الاسمعين ردها. كذابين كلهم دجالين يا اخي. خلونا نشتغل دعواتنا. اصلوا لبدعة بنجن رد على بقدرها. واصلا الامة دي انتهت اصلا. لكن في بدعة احيوها برد عليها. ما في. نحن شغالين يا جماعة. وفي اكبر مصيبة الان في البلد الشرك منتشر. وددرب الانبياء. خلوا معظم كلامكم ومعظم دعوتكم. واكثر حلقاتكم ومحاضراتكم ودرسكم في التوحيد والناهي عن الشرك وازالة الشبهات التي حوله. الوصيلة اخيرة التآلف يا جماعة بين الاخوان. اهم حاجة. والحب في الله بين الاخوان. وازالة ما في الصدور. من الشحناء والبغضاء والغل والحسد. بين الاخوان. انا بتكلم الان في السلفيين. تهينا من الحزبيين. تهينا من الحزبيين مثلا. الان بتكلم عنا احنا زادنا. فالناس تتآلف وتتوهدت. وده يكون باشياء. اول حاجة نستدعو لبعض بالخير. بالهداية. وبالتثبيت. التزاور. نمر اثنين التزاور. زي ما جاب صحيح مسلم. ان رجلا ذهب يزور اخا له في الله. مش كده? فارسل الله على مدرجته ملكا فقال اين تريد? قال اريد اخا له في هذه القرية. قال هل لك من نعمة عليه او كما قال? قال لا غير انني احببته في الله. قال فاني رسول الله اليك ان الله قد احبك كما احببته فيه. فكذلك نمر ثلاثة جماعة. اللين مع بعض. نحن نشد على اهل البدع. وعلى على الشرك. ودي مفخرة نفتخر بها. ماذا الحزبيين يقول لك تليم مع المبتدع. وذاته مبتدع. خلاص? ما زي ديك. نحن بنشد على اهل البدع والحزبيين وعلى اي مجرم مبتدع. لكن بيناتنا يا جماعة شنو? الرفق واللين. حتى لو فينا زول يعني اخطى في حقه حق اخوه الشخصي. ازول يعفو. ومن عفى واصلح فاجره. فمن عفى واصلح فاجره. على الله. سبحانه وتعالى. فازول يعفوا لي اخوانه. وكذلك اللين بين الاخوان. وانا لقدامكم ده بريء. بريء تماما. وتبرها الان. من اي شدة لأخو تجاه اخوه. وما ادعو الي قول النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان الرفق في شيء الا زانه. وانا من الان ما مسؤول من اي اخ شديد على اخوانه او اي اسلوب شديد على اخوانه. طلاقا. خلاص? فالناس ترفق ببعض يماعة. وما تشد على بعض. وبالذات لو زول جديد للدعوة. ازول ما يطفشه. ما يطفشه يا اخ. اي زول جديد ده في الغالب بيكون عنده لسه رواسب. زي ما ذكر الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. ذكر فائدة في كتاب كتاب التوحيد في الفوائد والمسائل. قال احيانا. يعني قال في الغالب الزول اللي بيجي جديد للدعوة ده. بيكون عنده رواسب فضلوا ولو بسيطة. زول ما ينهروا ويطفشوا من الدعوة. عالجوا براها طالهم وهو جاك خلى الحزبية. خلى الاخوان المسلمين. خلى الصوفية. خلى خلى نبكت. جاك انت تنهروا. تنهروا كيف? النبي عليه الصلاة والسلام قال ان منكم شنو يا جماعة? لمنفرين. نحن ما يبقى فين منفرين يا جماعة. فينا اسمنفرين. حقيقة يعني. فالزول يرفق بأخوانه ويليل. يليل بأخوانه. تليم بيهم وترفق بيهم. وتكون حنون على اخوانك دليل. لازم. لازم الكلام ده جماعة. خلاص? حسن البصري قال اننا نحب اخواننا في الله اكثر من زوجاتنا وابنائنا. قالوا له له. قال لأن هؤلاء يذكرون بالدنيا. واخواننا يذكروننا بالآخر. فالزول يكون كده. يبقى رفيق مع اخوانه تماما. انا بكرر على الكلام ده. ولا ازالون ان شاء الله في مجلس. يليم الناس. خلاص? جزاكم الله خير. بارك الله فيكم اجمعين. وما ذكر الشيخ لعله فيه الكفاية ان شاء الله ربنا يتقبل مننا ومنه ومنكم جميعا وبارك الله فيكم.